أنا شخص منفتح على الجميع وأسعدت بلقاء المدربين السعوديين واطلاعهم على طريقة عملي وسأكون سعيد لو استفادوا من معلوماتي في دول المحترفين لا يوجد مدربين السعوديين كثر ولكن مدرب الاتفاق أظهر نفسه بشكل ممتاز وتفاجأت بطريقة لعب الاتفاق وعليه الاستمرار بذلك لدينا الوقت الكافي لمواجهة الأهلي في كأس الملك ونحن نحضر لهذه المواجهة ونتمنى التوفيق والنجاح ولأكيد أننا سنقدم كل ما لدينا لتحقيق نتيجة إيجابية ولا نعلم ماذا سيحصل حينها حتى الآن أرى أن الأهلي هو الأقرب لتحقيق لقب الدوري لأنهم سيلعبون على أرضهم وعند الفوز سيحققون اللقب وهذا حافز كبير عليهم العمل عليه وبالتأكيد لن يكون سهل ولكنها مثيرة بكل الأحوال الأمور تغيرت بوجود سبع لعبين أجانب قد تكون إيجابية وقد تكون عكس ذلك وذلك يعتمد على نظرتك للمستقبل بالتأكيد أن الدوري أصبح أقوى به ثارة أكبر ولا يوجد فريق سهل وهذا شيء جيد في الجزء الثاني من حديث مدرب نادي الفيصلي السعودي سأل الزميل سويلة بلعنزي سؤال مباشر كيف ترى حظوظ الأخضر السعودي في منديان روسيا؟ بالتأكيد مواجهات كأس العالم صعبة خاصة الأولى أمام روسيا وعلى السعوديين الاستعداد بشكل جيد لأن الروس على أرضهم ولديهم كل التشجيع ومع ذلك لديهم مشاكل فنية أيضا وعلى السعوديين استقلالها حاليا لا أستطيع الإفصاح عن أفضل لعب سعودي أو أجنبي في الدوري ولكن بعد انتهاء الدوري ستحدث بعد تحليل أداء جميع اللاعبين ولكن في هذه الأثناء في مخيلتي عدد من اللاعبين الجيدين ولكن لا أود أن أخطأ في الاختيار في بداية الموسم الحكم السعودي تواجد في مبارياتنا ولم أرى شيئا غير جيد وهم جيدون ومحترفون وليسوا سيئين علينا الانتظار لانتهاء آخر مبارتين لنا لنرى إمكانية تواجدنا بدور أبطال آسيا ونحن نسعى لتحقيق أفضل نتائج وربما نستطيع التواجد بآسيا سننتظر قليلا لدي سنة إضافية لعقدي مع الفيصلي ولكن حتى الآن لا أستطيع قول أي شيء بكل تأكيد أود الاستمرار مع الفيصلي ولكن علينا إنهاء الموسم وبعدها الجلوس مع الرئيس والإدارة لإيجاد الحلول لبقاء مع الفيصلي ولكن أتمنى أن نجد سلوية لتحقيق ترجمة نانسي قنقر